اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن حرفة مهمة جدا أو صناعة مهمة جدا جدا الصناعات اليدوية أو الحرفية وحيكون فيها معانا ضيف مهم جدا كمان الفقرة التانية هنتكلم فيها عن موضوع يهم كل المصريين وبيقع فيه الكثيرين ألا وهو النصب الإلكتروني هنتكلم باستفادة النهاردة مع ضيوفنا ولكن بعد هذا الفاصل ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل دعوني أرحب بضيفي وضيفكو الأستاذ محمود الجناني رئيس لجنة الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية للحديث عن الصناعات اليدوية والحرفية وحديث كبير جدا أهلا بيك يا أستاذ محمود أستاذ إبراهيم إزاي حضرتك أعمل يا فنم ربنا يا خليك ربنا يبارك فيك أعزين نعرف جمهورنا بحضرتك محمود الجناني موالد الجمالية سيدنا الحسين طبعاً اتولدتي ببيئة كلها صناعة الصناعة معانا بني احنا أطفال يعني بيلاق بالبيل بنيعمل تيارات ورق كنا مثلاً نطلع عالشجرة نجيب جريد ونقص جريد ونقمل التيارة ونقمل ديل ونروح نتيارها ونقرب بعض وكده حتى الشوزي اللي كان بينار جبنا لومد وجبنا حجارة وحطنا في الشر يعني فيه تفكير في الصناعة وانه احنا أطفال طيب حتى استواريك كلنا بنعبيها يعني في بداية حوارنا بقى يعني أكيد اللي دفع حضرتك للأعمال اليدوية أو الحرفية هل وراسة هل حضرتك شايف ان دي صناعة لازم نحافظ عليها ونتوارسة ونقدر نصدرها ونقدر نقدمها ويعني كلمنا عن الجزئية دي هي وراسة في المكان يعني أنا مكان كله صناعة وكله بقوشيرة يا تطلع تاجر تطلع صناعة أنا بقى الحمد لله تلقت الاتنين عشان كده بديل المشروعات كلها يعني عندي خلفة عن كل المشروعات الحمد لله ان شاء الله دايما بنسمع الصناعات اليدوية والحرفية هو فيه فرق بين اليدوية والحرفية ولا الاتنين معنى واحد لا يعني الحرفية يعني فيها حرفة يعني ما يبقاش بقى حاجات بتركبه خلاص يعني فيها حرفة فيها نحط فيها رسمي فيها كلام في البداية كلها بتعتمد على اليد يعني ما فيش آلات ولا فيه معدات تتدخل في العملات لو في آلة لو فيه آلة معليك. بتسهل علي شغل برضك. انا مع الآلة برضك. يعني مع اليدج ومع الآلة. طيب اهم بقى الاعمال الحرفية اللي موجودة في مصر. الشغل الفرعوني اللي بيصدد لجماعة الدول. اه. او جماعة الدول بتكتش دي من عندنا من مصر. الشغل الفرعوني. اه طبعا. زي ايه فهمت. معك بقى الحجار الكريمة كلها بتتنحت. بتتنحت. بتتعمل تتعمل نحت. معك بتعمل شغل فضة. بتعمل شغل دهب. بتعمل شغل كل الشغل الفرعوني حتى الاول ناس ابتكروا في الملابس كانوا الفرعوني. الفرعوني. اه اه اه. يعني يعني الاعمال اليدوية بدائتها من اه ايام الفرعوني. من عندنا من ايام الفرعوني. اه اه. من ايام الفرعوني. اه اهم صناعة يدوية بقى في مصر. اهم صناعة يدوية في مصر. المتداولة. اه. وبتدخل لأ عملة صعبة الشغل الفرعوني. الشغل الفرعوني. اه. بتدخل لأ عملة صعبة. كل اللي بيشتري مش مصر. في مصريين بيشتجوه بس ايه؟ بيعني من باب اللي هو ايه يعني بيلبس حاجات بتاعك البلد وكده. يعني فيه شغل تاني غير الفرعوني برضو في الصناعات اليدوية. كتير. وكل بقى يعني انا النار ده هنتكلم في الفرعوني عشان طبعا ايه وقت الحلقة طبعا. اه انت حابب اه ان احنا هتكلم. نتكلم في الفرعوني عشان باخد وقت طبعا. وطبعا عشان اه يعني عايزين نفيد السياح ونفيد المصريين بمعلومة يعني. تماما كلمنا حضرتك عن اه الاعمال اهم انواع الاعمال الحرافية بقى في المصري. في الفرعوني انخش الاعمال الحرافية النحط. ده انا عليك بيجيب حتة خامة. اه. بيمسك مطور وبيرسمها بعملها تمثال. لك انت تخيل. الموضوع طبعا مش سهل. وعايز فنان وعايز حد يجسد الشخصيات اللي هو بيرسمها. اللي ما بفعش يعمل على مزاجه. لا ده نفرتيتي توت حطحور. تماثيل معروف شكلها اصلا على الحطان. فهو بنشوف اه في الكرة في المدن اه تماثيل في الشوارع. اه يعني زي سعد زغلول اه زي توت عن خاءمون. التماثيل دي اه يعني اه اه كلمنا عن فن اه صناعة التماثيل. دي مشهور اه في صناعة التماثيل دي اه محافظة قسيوت. ولقصر. اه. لقصر اه بالاقص يعني. لقصر. بتعمل التماثيل اللي هيك كبيرة اللي هيك توب. اه. ولكن التماثيل اللي تبقى حجار كريمة لابس وفروز. يعني انا عندنا في التماثيل أنواع. طبعا. طبعا. يعني أنواع بتصنع من أكثر من نوعية. طبعا. طبعا. في حاجة بتصب مثلا. يعني أنا جاي مع حضرتي في شغل دلوقتي في حاجة بتصب. في حاجة بتترسم. في حاجة بتتنحت. في حاجة بتتعمل كبيرة. بتبقى يعني دخلة في المباني يعني. في حاجات بقى فيها فن بقى. بتمسك حتة خامة غالية. بتشغل فيها. الموضوع صحي. طيب. بخصوص الفن بقى. نمسك بقى في الكلمة دي. هل اللي بيصنع لازم يكون فنان عنده المهنة دية. آآ اتعلمها. وبتعلمها فين. يعني أنا كشاب مثلا. بتفرج على الحلقة النهاردة بإذن الشوق. آآ يعني. اتعلم فين. والورش دي فين. مكانها. والفن ايه اللي بي. يعني المواطن بيشوفه. او اللي عايز يتعلم الحرفة دي. ما اللي عايز يتعلم دلوقتي لازم يروح المنبع والسوق عشان اتعلم صح. آآ. مفقش يتعلم من نفسه. يعني مفقش حد يجيب. يقول لنا بعمل مشروع يدوي وحراف يدوية. وتواحدة تبتدي تعمللي في ش تبقى غالية. طب لأ انا عام حاجة حضرتك تنتجي. اهم حاجة الوقت ده بردك بفلوس. فلازم تتعلمي صح حتى انت الشغل صح. انت هتعمليها. مع اي حد يعمل اي حاجة بس الفكرة في الوقت. والله مش معايا. الورش دي لها اماكن معينة. طبعا عندنا في. انا عايزين نفيد الناس يعني. عندنا في الساغة وحارة اليهود والصالحية وسيدنا الحسين والجمالية كلها عامة كلها ورش. واي حد عايز يتعلم انا تحت اومة. يعني كل المناطق اللي حضرتك ذكرتها د فيها ورش كبيرة. طبعا. اللي صنعت فن التماثيل بس ولا. لا كل دخل بقى في حاجات كتيرة بقى المعادن والاكسسورات الحريمة والفضة والمسيغات الدهبية والالماز وحالات كتيرة قوي. كل اللي اختر في بالك هتلاقي عندنا. كل اللي اختر في بالك هتلاقي عندنا في وسط البلد. اللي عايز بقى يشتغل في المجال ده كمشروع لان برنامجنا بيركز على المشروعات. بينزل الاماكن ديت والورش وبيبدأ يتضرب ولا بيتم ازاي? علشان خاطر اكون تاجر. يعني خلينا اكون تاجر واقدر اه اصدر او اه اصدر للبزارات. اه. في السياحة. تمام. لان الموضوع ده مرتبط اكيد بالسياحة. طبعا. اه. ده بيحتاج فترة تدريب قديه. وبيتضرب فين. ما انا اقول لحضرتك. اللي عايز يخش في المجال ده. اه. عنده الحيطان وعنده المعابد. يخش يعمل زيارات. ويشوف ايه اللي مرسمه على الحيطان. الفراعنة رسمية كل حاجاتهم على الحيطان. يخش ويشوف فن ويتعامل مع الفرا الفراعنة. يتعامل مع الشغل الفراعوني. يخش معابد. يزور السياحة. يبقى عنده حب للموضوع. ما يجيش يبقى ما عندهوش خلفية عن اي حاجة وهي دي ولا انا عايز اتعلم. اتعلم ايه? انت لو تعلمت اللي انت تروح معابد وتتفرج زي معبد الفيلا مسلا في اسوان زي معبد القر. وتتفرج وتشوف الابداع بتاع الفراعنة. هتقول يا هو انا لحد الوقت لست كده. هتندم اللي انت لست كده. انت جدودك ما شاء الله عليهم الدين كله بتعلم منهم. الفراعنة. وده يخل بقى اسهل حضرتك اهم الكرة المصرية اللي بتهتم بالاعمال اللي هدوية. عندك اه اسيوت بيعملو بيطلعو عدم الجمل. اه. عدم الجمل اه. بيبقى ناشف جدا. اه. بيعملو منه شغل جامد. بيعملو منه حاجات جامدة. يعني عدم الجمل ده اول مرة يعني اسمع. لا بتعلم عدم الجمل ده. بتعلم منه بس حاجات فراعونية برضك. اه. وفتحت الجواب ويبقى دول اجانب. اه. حاجة جميلة يعني. حاجة في منتهى الجمال. يعني اه. نتكلم عن اه منطقة الصعيد بتتميز بال. اه. من نسبة الاسيوت هي اه عدم الجمل موجود هناك. اه. من نسبة الاسيوت. طيب. بنسأل حضرتك بقى اكبر كارية منتجة للاعمال اليدوية. اكبر كارية منتجة للاعمال اليدوية. اه. عندنا في جنب الجملية في منطقة شعبية اسمها المنشية. المنشية. عشان جنب وسط البلد وجنب السوق. فبيضطروا التجار يدوم الشغل عشان يخلصوا لهم بيعملو مرحلة فيه. لكن هما بيعملو الشغل من من الالف لليأ. هي الفكرة فك مرحلة. كل حدي اعمل مرحلة. الدنيا تمشي. لكن انا اقول بقى انا اعمل مرحلة واخلص شغل واعمل شغل والكلام من ده. اقعد في حيطة الشغل اسبوع العشرة ايام. اجا بيحها معافش بيحها. ده بيقاف في ناس كتيرة طبعا. طبعا الكلام ده ما ينفعش. طيب اهم بقى لما الورش بتصنع الاعمال اليدوية والحرفية. بتصدروا للخارج ولا في اماكن في مصر. آآ بيتبيعوا ليها الحاجات دي. احنا عندنا سوق اسمه خاني الخليلي. ده في شغل منتجات خ يخدهم لسوق دوت ثم ياخدهم من الساعة. وبياخدهم من اماكن كتيرة في الحتة ديت يعني. ها. كمام? يعني مسلا بتاع بتاع على شرم يبيجي ياخد من عندنا من الساعة. منين? من الساعة. ها طبعا في دوليا برضو. آه من منطقة الساعة. بنسبة لحاجات الفضة والدهب والكلام ده كله. ها. بتاع على هالغرداء نفس النزام. بتاع اسوان نفس النزام. هم ساعت بيعملوا في محافظاتهم حاجات بس بسيطة يعني. طيب اي شرم الشيخ اسم بيعملوا الكل لشغل متميزة يعني ايه فيها بردك شغل مستورد وفيها شغل مصر. مستورد ده بقى بعيد عن الفرعوني. اه. تمام? لغير الاجانب. لكن المماكن المتميزة او بالشغل الفرعوني او المحافظة لقصر. لقصر. اه. طيب اه يعني في السوق المحلي اكتر حاجة بتنطلب ايه يا رسول نعمو. في سوق انا بقى حاجات كتيرة طبعا عايزة مع حلقات وعايزة شغل. انا شفال يدوي. احتقى بتاعة الاطفال. تمام? حاجات كتيرة جدا. حاجات كتيرة جدا. كلها بتتعمل يدوي ومحتاجة ايد. بس فيها مكن بسيط. فلازم كله تكمل بعضه. لازم ابتدي كل حاجة عاملها يدوي من الف للياء. ده بيبقى شغل غالي. بيتعمل بقى على ايه? على خامة غالية. زي اللابس زي الفروز. زي الحاجات دي. بيتعمل عليها الشغل اللي هو ايه? يدوي من الف للياء. مبسك المطور وبفضل اعمل الشغل اللي هو بيطلع جوران بيطلع توت بيطلع اي حاجة. ما شاء الله يعني انا عايز بقى اطمن اللي بيتفرج علينا. هل لو انا اقتنيت المشروع ده والفكرة عجبيتنا انه هده وانا بتفرج على البرنامج. هل ده مربح? يعني لما انا اشتغل فيه. اه بعد ما اتدرب. لو ما عليك. وبعدين بقى عندي محل في المنطقة. وبعدين بقى ايه تصدر سواء للخارج او للبزارات. هل ده مربح? لو حضرتك. او هيكون مشروع كافي? لو حضرتك. اي شاب بيسمعني دلوقتي. لو حضرتك ركزت في الموضوع. وخدت هواية. وحبيته. وربنا يا كريمك. وليزوك ما عايز اللي هو تحتسبك. تمام. مش اللي انت معلش يعني هتقدي نفسك وتجيب مصاريفك. لأ. ربنا يا كريمك. يعني. ان انت بتعبر عن حضارة بلد. اه. كل اللي الدنيا بتعلم منك. يعني فيه اه مستهلك للحاجة دي. يعني فيه مستهدفة. مستهدفة بس يا طبعا احنا طبعا المفروض اللي احنا بقى ايه بالتنزيل يبقى على اوسع. طبعا ده انا يعني ايه ليه برضوك موضوع تاريه بقى على اوسع. لان طبعا فيزروف بتحصل حولين مننا الحمد لله زي الفل. اه. بس فيزروف دلوقتي حولين مننا مسلا. حروب وكلام من ده. فالاجنبي ما بيقاملش سياحة. فالمفروض الشغل ده بيروح للحد عنده بالشيلة ومصري. هو الاجنبي كمان بيجينا الغرداءة بيجي. بكل الحمد لله لما لقى موجود. بلد الامن والامان طبعا 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 ده فضل من ربنا. كل ما الاجنبي بيخش اي محافظة من محافظات دي افنديم اول حاجة بيجول عليها الشغل الفرع دي. طيب احنا هنا بقى اه يعني شغل الورش المواطن العادي اه ما عندوش معلومة كافية بشغل الورش ده يخليكوا ان انتوا وتعملوا معارض وتعرضوا فيها الاشياء دي او الصناعات اليدوية والحرفية عشان اه المعرفة وعشان خاطر اه السائح يشوف هل بتعا اه في ما اقول لي ساعدتك على حاجة عدوي عدوي قاري. اه. انا عشان كده بابقى واسطة بين المصنع واللي عايز اتعلم. واعلمه. ان انا بابقى دارس المهنة اللي باعلم فيها. وبخليه يمشي في الطريق الصح. لكن اجا اقول لك انا اعلمك وابقى برضك ايه مش عايز اعلمك بقى عشان ده موضوع طبعا ايه? انا ضيده تماما. لكن اللي عايز اتعلم يبتدي من البداية يتعلم صح. ويشتغل صح. عشان يلاقي ناس تقوم بنفس الشغل دوت. لان طبعا اللي بيعملوه ببار. الاصطنع ممكن تنكرد. واللي عايز يشتغل بداول حاجات سهلة. اي شاب. يعني انا بزعل جدا ما يملاقي شاب يشغل في شركة امن. انت عندك ربعة عشرين سنة يشغل في شركة امن واقف. ده كلام. تمام. ما انت انت حلو وتكسب. انا عايزك تكسب. انا شغلي مش عيب. بس العيب اللي انا يبقى عندي شغل زي ده وفراعنة وتاريخ وحضارة. انا. وفي الاخر اقف وابقى عامل كده اوه ما ينفعش. نرجع لسؤال لحضرتك. انا حضرت السنة اللي فاتت معرض للمشغولات اليدوية والحرفية. وشفت حاجات اه زخارف ومشغولات يدوية وملابس. وكانت محافظتي اه محافظة المنوفية اللي انا على الهواء مباشرة. اه يعني بابارك للحكومة المصرية. وبابارك للسادة الوزراء. وبابارك لمحافظ محافظتي الجميلة سيادة اللواء ابراهما ابو لايمون. اه لا انسى ان انا ابارك له على الهواء مباشرة. اه السنة اللي فاتت اه كان في اه معرض في القاهرة. وعجبني جدا في احد فنادق القاهرة. وشفنا تحف جميلة جدا. اه زي اللي حضرتك اه جايبها النهاردة وشيفها. ممكن حضرتك تكلمنا عن اه الاشياء الجميلة اللي قدامنا دي ونستارد مع مخرجنا الجميلة للاستاذ احمد. تمام. مع حضرتك. الاول حاجة يا فاندي. اقرب كده. اه. ده تمسالة مسيس. ده صبب. تمام. يعني مش معمول يدوه. معمول يدوه بس مصبوب. يعني مش متحدد بمطور وكلام من ده ورسم وكلام من ده. يجيب الوش ويجيب الكلام بكل. تمام? تمام حضرتك. ده مسالة. ده لابس. اه. دي خامة غالية. دي دي اللي منقول عليها المسالة. اه. اللي هي بتبقى. اه. زي اللي في عاصمة الادرية. اه. عشان خامة بتاعتها غالية شوية. اه. فطبعا هم بيعملوها كده احجام. صنع من رخام دي. لا. ده لابس. اه. لابس ده ده من اه اه خامة غالية. الاجناس بيحبها وبيحب الفروز. اه. اه. احنا بسعل حشان حضرتك تجاوب. ماشي يا فندي ما بقول لها حضرتك. لازم يعني. ده يدوي. تمام. يعني عاملها يدوي. مستويبها. اه. تفرق. يدوي. يدوي. حاجة زي كده. والسلات الكبيرة بتبقى يدوي ايضا اللي احنا بنشوفها في العاصمة الادرية والاماكن. لأ لأ طبعا ازاعة تبقى يدوي يا فندي. اه. تمام. لو ما كانش حابب مش هيأمل كده. عندك حاجة زي كده اهو. بس الحاجة دي اه بتاخد وقت يا زبعمود في صناعاتها. اه بتاخد وقت بس ببقى غالية. اه. مجيش انا بقى. المادة بقى الخام اللي جاية بقى غالية جدا. غالية برضو. كسلابس الفروز غالية جدا. بتيجي غالية ايضا. طبعا. اه. بس اه وقت كده كده اللي بيشتراها مش مصري معلش يعني. اه. يعني بيشتراها في حد من بره. اه. اه. الخامة. المادة الخام مستوردة. الخامة بتبقى عساسها متطلعة من البحار والكلام ده كله. تمام. وبتيجي يعني عندك مسلا الفروز. احنا عندينا الفروز في سينة. اه. بيطلع بره دولة بره. بيتلون وبيتجن احنا نصنع فيه. ان شاء الله. تمام? تمام. معايا مسلا لو قلنا مسلا عاجة زي كده هونه. لك انت تخيل اللي هو مسك الخامة. الحاجة دي تعجب السيدات جدا اللي بتفرجوا علينا. طبعا. وفيه ستات كتيرة بتلبسها حاجات دي. اه. بسك الخامة. فصلها وحطها في الشغل عشان يطلع حيث شغل زي كده. اه. ده يدوي. واللي بيتسقط الاحجار دي يدوي. ما شاء الله. طبعا الشغل ده السايح لو مش مصري مش هشتليه. لازم يبقى مئيد مصري. تمام. يعني يجي مسلا طب اللي دخل الفسوس دي. اه. ده اسمه ايه بقى? ده اسوير. اه. اسوير اه. ده لابس. اللي دخل الفسوس دي ايه? لازم يكون حد يساحب حرفة? اه. ولا حرفة يا دوي. لا. واي حد يعملها. طب اللي ساحب حرفة. اللي ساحب صنعة يعني. هيداق وقته يركب الفسوس دي كلها. اه. استحال. عايزة واحد فنان هو وقت. اي واحدة او اي بنت اتركبها. اه. لو تعلمت اتركبها. لو تعلمت. لو تعلمت اتركبها. واتتركبها في كلام فوضي يعني. يعني يعني ممكن بقى ناخد من كلام حضرتك ان احنا ممكن نقول للسيدات اللي بتفرجوا علينا مشروح صغيرة هو وممكن يكون مربح. طبعا. طبعا. لأكيد يعني. اه. اه. اقول لنا اسمها ايه دي يا فنان. ده جوعرون. اه. بص ده واحدة اللي عاملها يا بنت. اه. اتعمل له سهل جديد. اه ده جوعرون. اه. ده جوعرون. اه. ده جوعرون بيمسك حت حتها وبيعملها. تمام. تمام. يعني في اهو. ده ليبس. اه. تمام? جوعرونك معمول يا دول. كون جوجد. انا بس مع كل شوية لابس. يعني يعني. اللابس زوط اه من خامات اللي هي المهمة Ooh اللي يعني بتفقله بها الناس. اه يعني اه فيه انواع تانية غير اللابس. في اه. يعني اللابس ده نوع من الانواع. من الانواع بس الاجانب بتحب نوعين. اللابس والفروز اللي هو ده اه. اه دول النوعين اه. اه. اللي بتصنع منهم. بتصنع منهم اه. في بقى بقى. اه ممكن بنسبت ايديني بس يا زمان. اه. اه. تمام. في حاجات تانية بقى مسلا مرجان زمورة كلام من ده. طبعا ده بي بي فيه بقى الخليج بيسا. طبعا نتكلم فيه في حلقة تانية. تمام. كل حاجة والجهة ايه? حاجة. تمام مع حضرتك. بس هو عندك مسلا عين حورس. اه. تمام جميل. مستقاتة فروز. اه. تمام. دي احنا بنشوفها في معظم يعني عندنا في. اه المسلم بيحبوها. بيحبوها جدا. المسلم بيحبوها. يعني يعني بيتب عندهم زي بتحرص الشخص من العين يعني ده يعني. اه. واهم كده. ايه. ايه. تمام. تمام. شكرا شكرا لحضرتك يا محمود. بنا يحفظ معي. اه. يعني انا سعيد جدا ان احنا بنقرض الحاجة دي. اعزي اسأل حضرتك بقى ازاي تحولنا كمصر الصناعات اليدوية من مستهلك لمنتج. الحضرتك قبل الهوى. اه. بتقول لي الحمد لله احنا بنصدر يا سبراهيم. ايه. والمنتج بتاعنا. معظم او في دول كتير اه بتحب الصناعات اليدوية المصرية يعني وخاصة التماثيل والحاجات دي. هو الحمد لله ربنا. شغل فرعوني احنا بقالنا فترة. طبعا الدولة في اتجاه التصنيع. ماشيين في اتجاه التصنيع. وبيسهله الامور على المصنعين. يعني اي مصنع بيسهل ليه الامور. لان هو عايز يبقى فيه صناعة واستخدام محلي وتصدير. فينا الشغالة الحمد لله زي الفل. فيه بعد الحرف طبعا عايزة ايه? يعني زق. بس? طيب ده يخلينا بقى نسأل حضرتك عن اه هل الصناعات اليدوية نشاطة السياحة المصرية او كانت سبب رئيسي فيه تنشيط السياحة سواء الداخلية او الخارجية. اش سبب الرئيسي في تنشيط السياحة اللي احنا عندنا تاريخ مش عند حد. الحمد الله. اه. ده السبب الرئيسي. في تنشيط السياحة اللي هم اصلاح تاريخ نا على الحطان. اي معبد عليه التاريخ بتاعنا. عليه كل اللي يختلف في بالحضرتك منحوط ومرسوم على الحجار. لحد النهاردة مش عارفين يتعمل ازاي? طيب. ده يخليني بقى اصحل حضرتك. بنشوف دايما في الافلام التسجيلية والسياح اه داخل المعابد او داخل البزارات. بيكونوا بيركزوا قوي اه في المعروض. اه. اكتر حاجة بتلفت انتباه للسائح من وجود نظرة. عسل دي اسر وعائلات وهم طبعا دارسين الحاجات ديت وبيعملوا عليها ابحاث عشان يوصلوا ازاي الفراعنة وصلوا اللي هما وصلوا له دوت. ده كلام ده من كم سنة طبعا. مفروض بقى دلوقتي يعني اي شاب بسمعنا انت مفروض تبقى في حيطة تانية انت تفتخر ان انت مصري. وعندك تاريخ. كله بتعلم منه. ده بننقل بقى النقطة تانية مهمة. ودي بنشوفها في معظم الكرة المصرية او الريف المصري. اه صناعة الملابس والشنط الهدوية. بس للاسف لما بتلاقيها معروضة في معرض. بتلاقي الاسعار غالية شوية او مرتفعة. ما نقول تلصح. تكلمنا عن السبب يعني. ما نقولت لساعتك المفروض يبقى فيه نزام في التعليم. مجيشة هو اللي حضرتك اعملي شنطة. تقعد تعملي فيها ازبوع. اه. وتبقىها بشيء اه غالي. انا مش عايز ده. اه. انا عايز انتاج عشان اصدر. عشان اه تبقى سعرها كويس مع 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 الزبونة. لكن مش عايزك تقعد فيها فترة. فهم يعني برضو يعني ممكن يكون البداية غلط. فالبداية الصحة ان شاء الله في الاساس. الاساس اللي احنا نمشي قطوة خطوة عشان نوصل اللي احنا عايزين. طيب احنا صنعنا والحمد لله عندنا منتج كويس. والحمد لله بقينا نصدر. هل واحنا بنصدر بيقابلنا صعوبات او بعض يعني العوائق. انا عندنا مشاكل في التصدير. اه. والمفروضة جيب لي ساعتك حد من الناس اللي بيصدر يتكلم مع حضرتك. عندنا مشاكل. وفيه طب ليه معلش يعني ما استغل البلنامج بتحضيرك. انا برضو ايه. ليه الدولة? ما تتوليش هي موضوع التصدير ده. اه. وتجيب ناس كموت وصناعية وكده وتتولي هي موضوع التصدير. اي مصنع يروح للمكان طبع الدولة يود شغله. والدولة تتولي موضوع التصدير. اه. في الشغل الفرقوني على الاقل لكل الاجانب بتشريه وبتعايزي. ليه اخلي افاتي تتحكم في الموضوع. يعني انت عايز حضرتك تنقن بقى من اه الفرض للمؤسسة اللي هي الدولة. اه دولة. اود الشغل. احنا احنا هنا اه الدولة المصرية بتستفاد. والشخص اللي بيصنع بيستفاد. واللي شغال في الورشة بيستفاد. كله بيستفاد. اه. كله بيستفاد افاني. طيب. احنا هنا بنين اللي بقى يعني الحوار ما حضرتك شويك جدا. اه رسالتك بقى للشباب الطموح اللي قاعد ويقول انا مش حارفة هعمل ايه. هما الناس دي بتتكلم في ايه. انا رسالتك ليهم ايه? وقدامهم مشروعة هو يقدر ينزل الجمالية. او الاماكن اللي حضرتك بتقول عليها. حيروح يسأل مين? ويتدرب ازاي? ورسالتك ليه ايه? عشان يكون ناجح. بص يا استاذ بص يا استاذة. الهم حاجة ما اجعل شغلانا اكون بحبها. حبتها الموضوع انتهى. ربنا انا كريمنا اخي القرم. بمعنى انا دي بوقت احبتك شغل الفرعوني دوت. مفروض انا بادرسه. درسته انا الموضوع هيتغير خالص. يا استاذ ما ينفعش حضرتك تروح تشتغل في اي حاجة? يشتغل في حاجة ما تفكرش دلوقتي في مكسب بسيط. فكر انت هتكبر. يعني من الاخر ما روحش مثلا واحد يشتغل على معلشتي. الشغل مش عيب. بس ايه اللي خليك تشتغل على توك توك? ايه اللي خليك تشتغل? عندك صناعة وعندك حاجة فيها تفكير. اللي انت تقدر تفيد البلد وتفيد نفسك وتبقى عايش مصوط. ليه ما عايز تبقى في حاجة سهلة? بالنسبة للسهلة بقى. ايه الصناعة اللي يبدأ بها سهلة? وينجح بسرعة. ولا اوة كل سهلة استاذ ابراهيم. بس يا الفكر اللي هو يبقى عنده حب. ما احنا هنقول الكل. يعني ما عليش حضرتك عرض لي. اقول لي ما عليك على حاجة. مت حاجة. اقول لي ما عليك على حاجة. ما عليش يعني سامحني. هنجيب واحد اجنبي في عايش في ايه دولة? عنده خماش شار سنة. واحد مصري عنده خماش شار سنة. وهنجيب الشغل المصري اللي هو الفراعوني نسأل الاجنبي ونسأل المصري. شوف من اللي اجاوب? اه. اقول لان اقول من مصري اجاوب. الاجنبي اللي اجاوب يقولك ده كزا وكان كزا وده كزا. بقى انت بتدرس تاريخنا ما احنا اللوه ده اللي احنا ندرسه. تمام. فانت اتعرف على تاريخك. اتعرف على تاريخك. عشان تعرف تبدأ فيه. تعرف تصدر. تعرف تروح اي دولة تفتخر. بيستهلكوا شغلك. بيحب شغلك. ده حاجة يعني ما كلها فخر. وكلها برضو كمكسب بس مش اجيلك مرة واحدة. لازم تطلع السلم درجة درجة. ديش حدي يطلع السلم من فوق. الحوار شايق جدا مع حضرتك. وفيه الكسير والكسير من المعلومات وبيحتاج حلقات كتير. بيزن الله. حابب اشكر حضرتك ان انت نورتنا. باشكر ضيفي وضيفكو الاستاذ محمود الجناني رئيس لجنة الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية. شكرا اللي حضرتك الفندم. شكرا يا فندم. ونطلع بقى مخرجنا الجميل فاصل صغير. ونرجع بقى لفقرتنا التانية. فاصل ونرجع عليكو تاني. ورجعنا لكو تاني بقى وفقرتنا التانية والاخيرة. بنتكلم بقى عن موضوع انتشر الفترة الاخيرة. وسبب مشاكل كتير لناس كتير برنامجنا. يعني زي ما قلت لحضرتكو بيهتم بكل ما يهم المواطن المصري. بنتكلم عن النصب الالكتروني. بيحصل ازاي? ويمين اه اللي بيحصل معاه كده او المساهدف اللي بيحصل معاه كده. علشان كده لقينا شاب جميل من محافظة الغربية. عامل حاجة جميلة جدا. ومشروع. وفكرة مشروع جميلة جدا. لو ظهرت للنور. وحد تبناها. اعتقد ان هتحل مشاكل كتير في هذا الموضوع. اسمحولي ارحب بضيوفي وضيوفكم الاعلامية لستاذة شيماء زيدان. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم. ربنا خليك. والبلوجر صاحب فكرة مشروعنا النهاردة البلوجر لستاذ ابراهيم سالم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم. ربنا خليك منورنا. ربنا يخليك. نبدأ بحضرتك بقى استاذة شيماء. اتكلمينا عن النصب الالكتروني وتعريفه او رؤيتك لي. تمام. هو مؤخرا في الفترة الاخيرة يعني نقول من خمس سنين فاتت مثلا بدأ الاتجاه لان احنا نستخدم جميع استخداماتنا من خلال الانترنت والاونلاين. بمعنى ايه? انا كستة بيت قبل ما اكون ستة عاملة عندي التزامات واحتياجات كتير جدا بضطر ان انا نتيجة اشياء كتير هشرحها فيما بعد. احتاج ان انا اجيب الاونلاين. الوردر بتاعي اونلاين بدل منزل اروح اجيبه من برة. بنتي بناتي مثلا دلوقتي بيطلبوا جميع الاحتياجات بتاعتهم من خلال الانترنت. لو عايز احجز دكتور. لو عايز احجز رحلة سفرية مصيف او ماشتا او ما الى ذلك. لو عايز احجز كورس او حتى احجز في الجامعة. كله دلوقتي بقى من خلال الانترنت. ولكن حاجات تبقى مثلا بتطلب ولما تجي لك من منتج ده لما يجي لك ما يبقاش حقيقي. وممكن ان الفلوس تروح على حضرتك. حاجات كتير جدا حاجات كتير جدا دلوقتي زي ما الانترنت. ليه ايجابيات بقى ليه سلبيات. احنا عندنا مشكلة على قد ما احنا بقينا محتاجين ان احنا نستعمل. على قد ما احنا بقينا محتاجين ان احنا نستخدم الانترنت. فان احنا نقضي احتياجاتنا ومسئولياتنا على قد ما بنواجه مشاكل كتير ومن اهمها. ان احنا بيتنصب علينا في اوقات كتير او بنتعرض للاحتيال او بنتهكر. الاكاونت بتاعتنا بتتهكر. حاجات كتير فيها مشاكل. طب من وجهة نظرك بقى ايه السبب يعني. اقولها. لو فيه اسباب يعني قلة الوعي. قلة الثقافة. يعني قولنا رأيك. اسباب كتير. مش بس قلة وعي وقلة ثقافة. انا دلوقتي كسل مثلا. انا محتاجة ان انا اشتري حاجة. كسل من المواطن. يعني بدل ما ينزل الشارع. بدل ما هو يفكر وينزل ويلف. اه ويجيب يقول لك. لا طب ما انا دلوقتي اقضي حاجتي هنا. اه. على الانترنت. ما انا قدامي تليفون وقدامي شاشة صغيرة. عمال بتصفحها. فلا انا هنزل اشتريهم مبارا. طب ما انا اجيبهم من هنا. بس انا عشان اعمل حاجة زي كده. وتبقى اكتف بالنسبالي. وتبقى فعالة وايجابية. لازم الاول اكون فاهم كويس قوي انا ايه الشاشة اللي انا باستخدمها دي. باستخدمها ازاي. ازاي اقدر اجنب نفسي المساوي او السلبيات قبل ما استخدمها. لو انا معرفش استخدم تليفون علشان اجيب منتج معين من خلال الانترنت. اه ومعرفش ازاي ازاي بميز. اه بميز بين الحقيقة والشيء اللي مش حقيقي. وان دا يتنصب علي فيه او لا. يبقى المفترض ان انا مستخدموش نهائي. ايه ما تستخدم الكلام ده? لما اكون ملمة بالانترنت. وكيفية استخدامه. كيفية استخدام الابليكيشنز كلها اللي احنا بنستخدمها لان احنا نشتري اشياءنا من خلالها. او اخلي حد يجبها. هرجع لك تاني بقى استوز براهيم منورنا. نتكلم معاك بقى يعني قبل ما ان اتكلم بقى في الابليكيشن. تمام. وفكرة المشروع اللي انا شايفه هيكون يعني ترند بازن الله. بازن الله. كلمنا اكيد في سبب خلاك تفكر ان انت تعمل ابليكيشن ترحم الناس من النصب الالكترون. تمام. بس اسبراهيم هو في البداية انا كنت مع واحد صاحبي يعني كان بيشتري منتج من عنت. المنتج ده كان عباره عن تكييف. تكييف كده مكتوب سبليت ان هو يعني سعره رخيص. وهيقدر يشتريه. ويحطه في اوضا مساحة اربعة في خمسة متر. وهيبقى تكييف ممتاز وكل حاجة. بعد اما اشترى المنتج اونلاين يعني العلبة شكلها منبرة كبير كده. ده اتفاجئنا بعد كده ان كل ده فيل وحاجات كده وهي المنتج في الاخر الدعيل بتلقيت كده في الزرق. ده حصل حقيقي؟ ده حقيقي لأ ده حقيقي. بتدي مثال لأ ده مش بدي مثال. ده فعلا حقيقي. ان المنتج اللي جاه غير مطابق للمواصفات النهائي اللي انطلبت اونلاين. وتكييف فعلا؟ طب هنا او مطلعش تكييف. هو طلع لعبة اطفال. طب هنا بقى اطرح سؤال على حضرت. اتفض. عشان احنا المشاهدين مشاهدي قناة النهار او بيرنامج بيزنشو يعني على قدر يعني قدر كبير من الوعي. النهار ده انا طلبت منتج وحضرتك بتقول غير اللي انا طلبته. اكيد الطلب جاي اللي انا مثلا خلينا انا طلب التكييف. انا هفتحه وبص عليه ولا ما بصش عليه. لا ما انا هقول له حضرتك حاجة. اه ايه اللي بيحصل بقى في الهدف. مؤظم مناديب الشاحن اللي ما بتيجي تسلم المنتج هو مالوش علاقة ان ان انت تفتح المنتج لان لو المنتج رجع هو اللي هيبقى مسؤول في حتة صغيرة. اه. انت دلوقتي شركة. يعني دي انت ركاية بقى اللي بتم. الله ينعره. شركة الشاحن مسؤولا ان نتسلم المنتج مقفول زي ما البيع او الطلب او زي الطلب بالزبط تمام فانت دلوقتي انت بتاخد بتحسب شركة الشحن وتجو اخد المنتج وراحها البيت ومن البديه جدا ان انا مش هفتح كارتونة في الشارع جايلي فيها منتج ممكن تكون حاجة خاصة بالمدام بالبيت فطبيعي اني مش هفتحها في الشارع تمام هفتحها اما اروح البيت وبعد كده لقي المفاجأة اللي انا ممكن اشوفها في قلبي الكارتون او الطلب او المنتج او طب عملت ايه بقى لما لقيت حاجة غير الحاجة حلو جت في بالي فكرة ان انا عايز حد في النص وسيط ما بين البايع وما بين الشارع يضمن حقك كبايع ويضمن حقك كمشتري فمن هنا جت بدأت في فكرة ان انا عايز اعمل اسمي اضمني يضمن حق حضرتك ويضمن حق ايه معنى حضرتك دلوقتي مثلا في مواقع كتيرة مشهورة جدا بدون ذكرى اسمي لا مش هنوذكر كبيرة اه ترمل لكل الناس كل الناس بنقترمها فيه شركات طبعا عملاقة في مجال التسوق اونلاين فيه بقى بتجاب كتيرة ما تعرفش عنها اي حاجة يعني مثلا انا كن ممكن بكون باتفرج عن نت اهب اجيب نطقم اطفال ممكن اطلبه ده لا من شركة كذا ولا من شركة كذا ده واحد بايع مقتهد عن نت تمام تمام فانا دلوقتي عشان اطلب لتقدر جت لك بايع الفكرة جت للفكرة من هنا ان انا دلوقتي لو قدرت تعمل حضرتك تحط فلوسك عليه انا كمشتري احط فلوس عليه وحضرتك كبايع مش هتستنمي الفلوس غير من طريق الابليكيشن فبالتالي كده حضرتك هتضمن المنتج اللي انت طلبت يوصلك سليم طب لو ما وصلكش انت فلوسك على الابليكيشن انا هعمل نطق اكسب انا مش موافق حمان ازاي مو حضرتك انا كشاري هحط فلوس اللي انا بشتري بها على الابليكيشن طب الابليكيشن ده انا هنزيله عندي على الموبايل بإذن الله اللي هينزل على الموبايل هو الاستلام من اطلاق مع المنصات حالية هو فكرة دلوقت هو فكرة وكيد تطوير يعني انا بدأت فعلا بالعمل على الموضوع على الابليكيشن وبإذن الله في اقرب وقت هيتم اطلاقه فحضرتك لما انا حط فلوس على الابليكيشن وانت حضرتك انا مشتري حطيت فلوس على الابليكيشن طب انت دلوقت كبايع ضامن ان فلوسك موجودة لو المنتج وصلي مزبوط تمام كده وانا كمشتري او مش مطابق للمواصفات او 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 فلوس هترجع لي ايه طب هنا بقى اللي بيدور في الزهن اللي بيتابعنا لازم الابليكيشن يقول ليه ادارة اكيد طبعا يعني معلش مش هيبقى اي ابليكيشن معطوط على الموبايل او على المنصات وهتعامل معاه وهو ملوش خدمة عملة ارجع له انا حضرتك في المكان ده انا ممكن احتاج تموم الخارجي عشان الابليكيشن يطلع للناس مزبوط بسيرفرات قوية جدا تمنع الاختراك بفايرول مزبوط ان حضرتك تقدر تستخدمه وانا استخدمه وده يستخدمه يكون موسط من الدولة يعني يكون الادارة اللي هتمول الابليكيشن تكون مرخصة وعاملة الموضوع القانوني وكل حاجة تظهر للنور حقيقة نرجع الاستاذ ابراهيم دلوقتي قال حاجة حصلت مع صديقة لها من اربع ايام اتصلت بيا حصلت صديقة شخصية لها اتصلت بيا وقالت لي الحقيقي انا طلبت طلب من مكان معين بدون ذكر اسمه وكان الطلب عبارة عن بلاوس كده بلوزة وشكلها ومصفاتها واحد اتنين ثلاثة وجات لي مفتوحة وجات لي مقطوعة وجات لي فيها مشاكل كتير ولمما توصلت معهم رفضوا يردوا عليها وقفلوا التليفون اللي هو كان بيرد عليها وفلوسها راحت عليها والمنتج جاي لها غير مطابق تماما لطلبته فلو الابليكيشن ده اتفعل وتمول وتفعل احنا كلنا هيتم حمايتنا من اشياء كتير طيب انا عايزة اسألك بقى السيدات اللي بتفرجوا علينا لما تيجي تمسك الموبايل كنت بتكلمي من شوية وتتصفح كده ازاي اصق في الموقع ده هل بناء على الافكار السابقا موقع مثلا سين ده موقع كويس حاجته كويسة امانة ولا يعني من وجه نظرك هقول لحضرتك هو طبعا في على الفيسبوك والنستا وما الى ذلك من كل السوشيل ميديا والبراوزرز كلها في مجموعة براندز احنا كسيدات لما بندخل على الصفحات بتاعتهم خلاص معروف ان ده مفيش في نقاش وده براند معروف فانا لما هطلب الوردر هيجيلي ولكن لما بلاقي صفحات غير معروفة بتعرض اشياء كتير وجميلة شكلا بقوا الصورة وحضرتك عارف واسعار وليلة يعملكم تلاقي تكييف دي حقيقة تليفزيون شاشة عرض انا كربة منزل بعمل ايه بتكلم بقى بنيابة عن نفسي بالاصال عن نفسي بفتح الاول التعليقات واقرأ ما لا نهاية من التعليقات التعليقات بتاعت المنشور حقيقي هتفرق في ايه دي هقول لحضرتك هتفرق في ايه في بعض الصفحات بيعملوا صفحات فيك يعني مخصوص ترد على نفسها عشان انا كمشتري لما ادخل الاقي التعليقات كلها جميلة سعر كام لا مش السعر كام الله المنتج جميل الله ده سعره رخيص وفي نفس الوقت الماتيريال او رخامة بتاعته كويسة طبعا دي مع الممارسة لنا دلوقتي وانحنا على طول مستخدمين التليفون بينا بنعرف نقيم دي صفحات فيك او دي صفحات عاملها السيلر نفسه ولا لا ده فعلا رأي جمهور وناس اشترت وبالفعل بتبدي اراءها لان بيبقى لو جمهور حقيقي بيبقى في اراء سلبية وبيبقى في اراء ايجابية وبيبقى في اراء بين البنين انما لما حضرتك كمشتري دلوقتي هتدخل على صفحة الفيسبوك وتفتح صفحة بتبيع مثلا ساعت ندي مثالي ندي مثالي هتلاقي عليها تعليقات كلها كويسة وكلها جميلة وكلها بقى بتبدي اعجابها بكل شيء حضرتك كده لازم تتأكد ان في شيء خطأ لان لما تبقى ساعة معروفة انها مثلا بألف جنيه وانا كسالر ابيعها لحضرتك بمية جنيه واقول انها ماتيريال كويسة منطقيا لوجيكال كده انا مش هصدق لو انا فعلا في الادارة في السوق وماشي ان انا بشتري على طول مش هصدق هقول ان في حاجة غلط لكن في ناس كتير ما عندهاش الوعي ده فبتقع للأسف في الخطأ ده فطبعا احنا لازم نوعي الناس انت امتى تشتري وامتى ما تشتريش هنرجع للوعي تاني بقى لزي براهيم احنا النهاردة بيتفرج علينا رجال اعمال لان البرنامج موجه للصناعة ورجال اعمال واصحاب البيزنس ولمال شاف المشروع بتاع حضرتك هل لو حد تبنىه كل واحد فينا عايز يكسب هل من وجه نظرك ممكن حيدر ليه دخل عشان كده ممكن نتبنى اقول لنا الفكرة هنا طبعا هيدر دخل كبير جدا ما انا مش هبقى وسيط في النص بدون مقابل اه خلينا واضحين يعني اه خلينا واضحين البرنامج هيحتاج مصاريف كتيرة جدا مبلغ كبير جدا فطبعا المصاريف دي لازم هتيجي من قلب الابليكيشن فيما بعد الابليكيشن عشان يجيب فلوس بيكون عن طريقتين اما عن طريق الاعلانات اللي بتنزل ودي حاجة بتبقى مزعجة جدا اللي بيستخدم الابليكيشن او هينكون نسبة بسيطة جدا من الفلوس اللي هتتحول ما بين المقدم الخدمة واللي هستقبلها يعني انت عشتقول الاعلانات اللي هتتحط على الابليكيشن لا مش هنحط اعلانات عشان ما تبقاش مزعجة لحضرتك و انت بتستخدمه او يطلع اعلان بالله اقلش بقى على الابليكيشن لا يميت تعليق اعلان ان شاء الله مش هنه مش هيبقى في الكلام ده ده ان شاء الله هيبقى مقابل النسبة لو واحد في المية حد يعني لو عالميك جنيه جنيه اظن مش هتزعل اي حد حاجة بسيطة كده ها مش الابليكيشن هل هيكون مكلف يعني الرجل العمال ايضا اللي متكلم عليه اللي هتبنى المشروع هل هيكون مكلف اه بالنسبة لي انا كامكانياتي هو مكلف بالنسبة لي ممكن لغيري يكون الكلفة بتاعته ولا اي حاجة اه طميم وبعدين الابليكيشن في جوانب تانية كويسة جدا بمعنى ان الابليكيشن باذن الله هيقدر يحمي موبايلك بالكامل من اي اختراقات تتم عليه من اي اختراقات تتم عليه الكاميرا المايك مش هيتفتح لما لازم انا ادي تفويد ان الكاميرا والموبايلك تشتغل في حاجات معينة على الفيس على الماسينجر وقت ما نكون فتح الفيس او فتح الماسينجر غير كده الكاميرا والمايك مقفلين تماما في المكالمة يكون الكاميرا والمايك شاخل ده جانب امن تاني ان شاء الله هنضيفه على ايه على الابليكيشن الابليكيشن مش هيكون بين التاجر والبايع بس طيب فيه خدمات كتيرة جدا انلاين بتبقى محتاجة اي حد يضمن بمعنى أسو سبراهيم انا دلوقت مثلا مثلا يعني هدي مثال بسيط تشتري اي حاجة من عنت خدمة مثلا لان عني حضرتك فريلانسر وهتعمل لي خدمة وتصميم للوجو انا اللي اعرفك ولا انت تعرف تمام ايه يضمن حق حضرتك لما تصميم للوجو ان انا منصبش عليك وما بعدلكش الفيس الله يحصلت معي يا الله ما هو ده بقى يا أسو سبراهيم هو هنا هنشتغل على اعزعك على هوا عشان الناس يعني احنا هنا منشتغل سبراهيم هنجل يتنصب عليه احنا هنا سبراهيم بدور في الاول وفي الاخر حتى في معظم الفيديوهات اللي بطلع اقدمها للمتابعين بتوع الاخوتي ان انا بواعي الناس ازاي ما يتنصبش عليها لو بتشتريه منتج ازاي تقدر تعرف المنتج الاصلي من المنتج المضروب ازاي لما خش المحل لما تتكلم وانت فاهم صاحب المحل هيعرف ان انت فاهم فمش هيقدر يعمل لك حاجة مش هيقدر ينصب عليك طيب احنا هنا بنتكلم ان المشروع فعلا الحمد لله او الحضرتك بتتكلم فيه وصل للنور طيب هل حضرتك عمل خطة ان يبقى فيه كرصات للشباب اللي هشتغلوا على الابليكيشن من خلال السوشيال ميديا وفيديوهات وكده طيب هو حضرتك اكيد الابليكيشن هيوفر فرص عمل لان انا هحتاج دعم فني وهاحتاج كل سيمتر يرد برضو لازم يكون البرنامج قوي من جميع الاتجاهات يعني حضرتك لو في اي مشكلة معك لما ترين تلاقي الدعم الفني متواجد حلم مشكلتك تتحل فدي ان شاء الله تبقى حاجة كويسة بإذننا طيب استاذ شماء تعقيب زغير على فكرة الستاذ ابراهيم الابليكيشن يعني والله من وجهة نظري انا اول حد هيشجعها لسببين هي بتعالج نقطتين اول نقطة بتحميني من فكرة ان انا هيتنصب علي دي اول نقطة واهم نقطة النقطة التانية استاذ ابراهيم يتكلم دلوقتي في حاجة مهمة جدا وهي ازاي احمي نفسي من ان تليفون هي تهكر احنا كسيدات على تليفوناتنا هتلاقي صور كتير جدا لينا والأسرنا ونبقى براحتنا انا طول الوقت عناق يعني الاف وسط راسي وانا بس كتليفوني خايفة اتيبه هنا يتسرق يتحصل حاجة اتأذي في حاجتي لكن طبعا لو اتفاعل بالفعل واشتغل كحاجة حقيقية ونزلت وظهرت للنور كمشروع انا اكتر حد واول حد هيدعم الفكرة دي ان انت بتحميني في فلوسي وبتحميني في حاجتي الشخصية الاساسية الصور الفيديوز الحاجات لو فيه مثلا عقود عمل بويسات بيني وبين اصدقائي اولادي وزوجي ايا يكن لا هو بيحمينا من اتجاهي انتجاه عام واتجاه خاص فا اتمنى ان الابليكيشن ده يعني يقالي ممروك مقدم السيد ابراهيم بقى لو حصل حالة نصب فعلا بكتروني او احتيال ايه الردود يعني الابليكيشن هكشفها ولا هنعرف ازاي او دوره الايجابي هو الدور هنا حضرتك ايه ان كده كده مع الابليكيشن مستحيل يتنصب عليك لسبب واحد فلوسي فلوسي على الابليكيشن اه تمام في حالة ان يحصل اي حاجة انا فلوس هترجعلي تاني عن طريق خدمة العملاء بتاعت الابليكيشن لا ان شاء الله هو كل حاجة هتتم اوتوماتيك بإذن الله تمسميه الابليكيشن اضماني بإذن الله اضماني بشمان اختيارك الاسم ده يعني ان هو يبقى اضمان يعني حاجة كده تقوي قلبك ليه موجهة بقى للمستهلك لأي بايع ولا المشتري هو الابليكيشن هيفيد التاجر قبل ما يفيد المستهلك هيفيد صاحب الخدمة قبل ما يفيد اللي بيستلمت خدمة تمام يعني الابليكيشن يقدر يكشف لو في حالة نظم ما هو حضرتك لو انا نصاب تمام دلوقتي انت مش هتستلم فلوسك غير لما انا وافق من عندي اكسبت ان المنتج وصلني فانت لو نصابل بس المنتج بتاعك يرجعلك تاني هيرجعلك وفلوس المشتري موجود اه ترجعلي كنه ترجع ازاي معلش ها ترجع ازاي بقى حضرتك كل حد يستعمل الابليكيشن هيباليقك كونت عليه حساب خاص بيه ها طبعا احنا بنتكلم هنا الخصوصية والامانة تبقى رقم واحد في الابليكيشن طب ايه اللي يضمنني بقى ما هو ان شاء الله سمعت الابليكيشن وفريق العمل اللي شاية لعليه زيما حضرتك بيتعامل على اي ابليكيشن من اللي بيشحن اللي يضمن لك انه ها هي الفكرة هنا انه لما الابليكيشن يطلع له النور ماذا تفعله مع الناس وماذا الموثوقية اللي فيه هو ده بإذن الله اللي يخلي الابليكيشن يقدر يوصل له كل حد يعني حالك عايز تقول انه لما انا اعرف الابليكيشن ده مفتوح مثلا ليه ست شهور ليه سنة ليه سنتين ويبقى سمع والناس كلها استخدمته فيه ثقة هيبقى فيه ثقة جميعا انا بقى هاجي اتعاون مع حضرتك كاستمر وأنا متطمنة وبعدين لما اتعامل مع الابليكيشن من خلال الاكاونت بتاعي والدعم الفني بيرد علي يبقى انا كده خلاص ضمنت المكان او ضمنت الابليكيشن ضمنت الابليكيشن في نقطة تانية بقى يعني استغل وودك معنا الفيزا تمام بتلاقي رسائل ومعظم الضحايا بيكونوا من السيدات يعني ايوة فاندم حضرتك كسبت معنا عشر تلاف جنيه بس من السيدات حضرتك بعتلنا رقم الحساب عشان نحطلك فيه الفلوس مش ده نصبي برضو كلامنا بقى عن الجزئة ديت وزاي نحمي نفسنا من نهاية تمام اول حاجة عشان اقدر احمي نفسي من الموضوع ده اي رسالة فيك هجيلك ان انت لك فلوس او اتصل علشان تديك فلوس هجيلك من الرقم رقم عادي 010-012-011-015 الساعات بيكتبوا اسامي المؤسسات يا رسالة وانا جاي لحضرتك مش هذكر اسامي مؤسسات معينة تتذكر باسميها تمام تمام انا هقول له حضرتك انا ممكن يبقى الرسالة نفسها من فوق رقم الموبايل موجود تحت انا ممكن اكتب اي اسم هكتب اسكان هكتب حكومة هكتب زي ما انا عايب فانا اول حاجة عناية تروح لها الرسالة جاي مني من مصدر موصوق ولا مش من مصدر موصوق يعني انت عايز تقول لو جاي من مؤسسة مش هكتب رقم اه مش هيجي رقم هيجي الاسم نفسه يعني مسلا لو جاي من بانك كذا كذا بتمعنا كده الله ينور عليه وبيستغل ان الناس اللي عايزة تكسب بسرعة الله ينور عليه ده عدم الوعي استاذ ابراهيم اللي كنت بتكلم عليه من شوية ده عدم وعي لازم هنحنجي للوعي دلو تمام ابراهيم فانا حتى حابب اوضيف حتة في الابليكيشن كمان حلوة قوي ان اي رسالة فيك تجيلها على التليفون الابليكيشن يقولها قدام المصدر مجهول برجاء عدم التعامل مع هذا المصدر يعني انت حضرتك واحد اه طبعا بإذن الله هو بس عشان وقت الحلقة هو في حاجات كتير في الابليكيشن بس يعني ايه انا قلت لحضرتك الجزء برضو عشان وقت الحلقة استاذ شايماء بقى حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا موضوع الوعي توصود ايه بموضوع الوعي هل الوعي ان احنا نقعد نتفرج بقى على السوشيال ميديا ونشوف الناس اللي بتتكلم زي حضرتك زي البرنامج عندنا النهاردة نقشنا الموضوع ده ولا الوعي ان الانسان يكون حريص على فلوسه وزي الأساس إبراهيم ولا توصود ايه يا حضرتك الاتنين بمعنى انا دلوقتي قبل ما اجي افتح صفحة عشان اشتري منها لازم ابقى فهمة ازاي استخدمها طب انا مش عارفة اجي احضر حالة زي كده بتتكلم عن المشكلة دي عن النصب عن النصب الالكتروني والاحتيال وازاي اقي نفسي الاحتيال او النصب الالكتروني قبل ما اخدوا المنتج ولاقيه مش كويس او فلوسي تتسحب مني ومعرفش ارجعها دي نقطة النقطة التانية لازم اقرأ كتير وافهم كتير وابحث ربنا عمل لنا دلوقتي كل محركات البحث حضرتك تكتب عنوان اي شيء هتلاقي يجيلك نبحث كتير ونقرأ كتير ونتابع مسألة الفلوس حضرتك دي دلوقتي احنا في مجتمع او في عصر دلوقتي القرش فيه او الجنيه فيه بقى لا يضحي شيء او لا يساوي شيء من كتر ما هو بقى يعني صعب ان انت تتحصل عليه طبعا والمنتجات بقيت غالية جدا فانا لازم قبل ما احط جنيه او فلوسي في اي منتج لازم ابقى عارفة ازاي هاوصل لها وهوصل للخامة او الماتيريال اللي انا كنت عايزها ولا لا طبعا الوعي اهم نقطة اهم نقطة رسالتك بقى الاخيرة عزبراهيم لرجال الاعمال والشباب اللي عايز يشتغل والله يا اسبراهيم يعني انا اول واحد بقول اللي عايز يشتغل بيشتغل ما بيستناش ان الشغل يجيله حتى عندك بمعنى انا اولا يعني تقريبا كل الناس بتقولي فش مهندس انا هفجر مفاجأة دلوقت انا مش خليك كله يتعندس تقريبا انا اصلا مدخلتش كله محيس انا وهي امكان حضرتك ربنا يخليك بس هنا الفكرة في بقى انا اشتغلت على نفسي خدت كرصات حبيت المجال اكتر اشتغلت على نفسي اكتر لحد ما وصلت للي انا ايه قدرت اوصل فاي شاب ما يستسلمش لليأس ولازم يبقى عنده دافع قو جدا رجال الاعمال بقى تحب تقولهم ايه رجال الاعمال والله في مواهب كتير بس ما يحتاجكم ان هم يعني ايه يدخلوا يشجعوهم كده يحطوهم على اول الخطوة طيب يا سيد شايماء رسالتك بقى اخيرا كده للمجتمع المصري وخاصة السيدات انا لسه اقول انا هخص السيدات باعتباري في مناتك جدا يعني اخدي بالك كل اللي هقدر اقولهولك اخدي بالك وعي نفسك مش مجرد ان انت تبقي عايزة تشتري حاجة تدوسي على الزرار وتشتريها اقرأي كتير ابحثي كتير اتفرجي على حلقات هادفة في برامج هادفة زي البرنامج اللي احنا فيه حاليا علشان تفهمي قبل ما تضيع فلوسك في لا شيء بشكرك استاذ الاعلاميات الكبيرة شامة زيدان شكرا لحضرتك البلوجر المحترم استاذ ابراهيم سالم نسيت اسألك الفن اللي انت بتعدمه كبلوجر يعني سريعا كم انا بدل للناس معلومات توعية عنوما في مجال التكنولوجيا بعرف الناس ازاي يصلى حاجة في البيت مع نفسه اي حاجة بايزة يعني معلومات عنوما فضتكنا المرد الفيديوهات بتاعتك مبتظهرش عندي يا بسيزة يمكن حضرتك لسه انا على قدي كده ربنا يسهل وبعد كده ننسخ بشكرك 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 انا في نهاية حلقيتنا النهاردة وبرنامجكم بيزنشو بنقعد حضراتكو ان كل حلقة قصة جديدة في الصناعة في المشروعات الصغيرة المشروعات الكبيرة برنامجنا بينزل كل مدينة وكل محافظة وكل قرية برنامجنا منبرك وشاشتك على اقوى الشاشات شاشة قناة النهار برنامجنا معاكم كافة التقارير وكافة الموضوعات وكافة ما يهم الصناعة المصرية كمشروعات كرجال اعمال وبنوعدكو الحلقة اللي جاية ضيوف جديدة وفقرات جديدة مع برنامجكم بيزنشو شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله